السلام عليكم ازيكم يا شباب يا رب اكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنبدأ في مرحلة جديدة هنبدأ في مرحلة الروت فورميشن الحمد لله خلصنا مرحلة كراون فورميشن وكلمنا عن جميع الستيجيس اللي بتمر بيها سواء الانشيشن ستاج بطي ستاج كابي ستاج وارلي بالستيج واخر مرحلة كلمنا عنها او اخر ستاج وهي الليت بالستيج دي يا شباب مرحلة الليت بالستيج اللي هي اخر مرحلة في كراون فورميشن يعني معنى ده ان في المرحلة دي يتكون الانامل ويتكون الدينتن بتوع مين بتوع الكراون اوكي يا شباب فباذن الله مرحلة الروت فورميشن بتبدأ على طول لمجرد ان الانامل والدينتن يوصلوا من منطقة دي تاني مش احنا عارفين من المرة اللي فاتت ان الانامل والدينتن اللي اتنين بيبدأوا من هنا من عند الانصايز الاج او في القصب تيب لو انا بشتغل في قناين او مولر او مولر يابا الوقت يا شباب احنا عارفين ان الانامل والدينتن بيبدأ تكونهم من هنا من المنطقة دي بعد كده وانت نازل تحت يقود تكونه يكونوا 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 لاحد ما يوصلوا عند المنطقة دي اللي كان اسمها سيرفايكل لوب اوكي يا شباب وإحنا قلنا ان منطقة它 المنطقة ده ايه مهمة جدا جدا ولها دور مهم في تكوين الروت مكتفن يا شباب على الكلام ده اوكي النهار دا بايزن الله هنتكلم اول حاجة عن الرود فورميشن هنبدأ كده على السريع كلام بسيط عن الليد بالستيج هنعرف بس بعض التفاصيل اللي هتفيدنا في الرود فورميشن بعد كده هنروح للسلصال وهنفهم كل حاجة من خلال السلصال وبكده نكون خلصنا الرود فورميشن بعد كده بإذن الله لأول وقت سعيدنا هنحاول نتكلم عن الفانكشن والكلينيكال كونسيدريشن فهم حاجة شباب عايزكم تركزوا معي وعايز اأكد عن نقطة دي لو انت ما ذاكرتش الرود فورميشن لازم تذكره قبل ما تتفرج على الفيديو ده تاني لو انت ما تفرجتش على الرود فورميشن الاربع فيديوهات اللي فاتهم كان فيه فيديو بنتكلم فيه عن الانيشيشن والبض بعده تكلمنا عن فيديو فيه كابستيج والتالت تكلمنا عن الارلي بالستيج والرابع عن الليت بالستيج زي ما انتم شايفين يا شباب هي دي طريقة شغلنا لازم تتفرج عليهم الاول هسيب لك تحت كده لينك اللينك ده عبارة عن بليليست بتاعة الأورال استولوجي خمس فيديوهات اللي نزلوا قبل كده وده الفيديو السادس اوكي يا شباب اهم حاجة ركزوا معي واللي فات ذكروا عشان تقدروا تفهموا معي فيديو النهاردة يلا بنا يا شباب يلا بنا يا شباب عشان نتكلم عن الروت فورميشن احنا بس عايزين نعرف وزي ما قلنا قبل كده امتى يبدأ عملية الروت فورميشن تبدأ عملية الروت فورميشن يا شباب لمجرد ان الانامل والدنتن يوصلهم عند منطقة الاميلو سيمينتو جونكشن او السيمينتو انامل جونكشن يعني منطقة اتصال الانامل بالسيمينتم منطقة اتصال انامل انامل اللي هو بتاع كراون والسيمينتم اللي هو بتاع الروت فمنطقة اتصال الانامل بالسيمينتم نبدأ هنا يا شباب عملية تكوين الروت اوكي تعالوا كده نرسم اخر حاجة احنا وصلنا لها المرة اللي فاتت بصوا يا شباب وركزوا في الكلام اللي اعملوا عشان مهم جدا اللي انتو شايفينه ده يا شباب اللي هو اللي اخدر ده ده عبارة عن الانامل اللي تكون لحد الوقتي اللي هو اللي اخدر ده تمام واللي انتو هتشوفوه الوقت يا شباب باللي سود ده عبارة عن الانامل اللي تكون لحد الوقت اللي هو ده تمام هنا موجود الراس بتاعة الانامل عشان يتتحرك في الاتجاه ده يا شباب وتقعد تكون الانامل هنا موجود الراس بتاعة الودونتو بلاست الودونتو بلاست بتتحرك في الاتجاه ان هو بتتحرك في الاتجاه اللي هو نحت البلب عشان تكون الدينتن تمام تمام طب فين الاميلو بلاست الاميلو بلاست يا شباب لسه موجودة هنا هنا بتاعة تكون الانامل واضح الكلام واضح يبقى الوقت يا شباب ده الاميلو بلاست موجود النواة هنا هو وبتقعد تكون الانامل وده الادونتو بلاست بيقعد يكون الدينتن واضح الكلام الاميلو بلاست بتتحرك لفوق والودونتو بلاست بتنزل لتحت اظن الدينية واضحة ويا ما وضحناها الفيديو اللي فات لما كنا بنتكلم في الليت بالستيتش تمام بعد كده يا شباب هنرسم ده الاوتر الانامل ابيسيليم كان فيه فولدنج موجود والسيلزي كانت شكلها اسكويموس يعني فلات اركزوا شباب الوقت يلسه مين لسه موجود هنا في المنطقة دي الاستراتة من ترميديم وعرفتنا بتعمل ايه الكلام فوسفيتزي نزايم وبعد كده موجود هنا في الاخر ستار سيلز اللي هو الستيلات ارتوكولم وحصل لها شرينكيج وعرفنا برضو بمرة اللي فاتت ليه ده يا شباب اخر حاجة احنا وصلين لها احنا وصلنا لإيه ان الانامل يا شباب وصل لحد المنطقة دي اللي هو منطقة ده هي اللي هي النقطة السودر هي ده منطقة سيمينتو انامل جنكشن لان هنا يا شباب لما السنة ان شاء الله تتعمل ويحصل روت فورميشن بيكون موجود اللي هو الخط الاسود ده اللي هو السيمينتوم والاخر ده اللي هو الانامل فمنطقة دي بنسميها ايه بنسميها سيمينتو انامل جنكشن فيا شباب لمجرد ان الانامل والدنتن يوصلوا عند النقطة السودر دي اللي هي السيمينتو انامل جنكشن نعرف على طول ان احنا هنا هنبدأ في عملية تكوين الروت واضح الكلام تمام المنطقة دي يا شباب كنا بنسميها ايه لايه الحتة دي كنا بنسميها سيرفايكال لوب السيرفايكال لوب لما كنا بنتكلم عنه قبل كده كنا بنقول ليه دور مهم جدا 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 في عملية تكوين الروت ببلواتي لو حد سألني وقال لي ايه هو الستركشور المسؤول عن تكوين الروت ايه هو الستركشور المسؤول عن تكوين الروت وما اقل على طول سيرفايكال لوب تمام يا شباب؟ تمام يعني وجود سيرفايكال لوب هو له الدور الاساسي في تكوين الروت تمام بصوا كنا شباب كركزوا كده معايا في اللي عمله ده المنظر اللي انتو شايفينه ده ده من ناحة الليبيل اهو وده من ناحة linguall اهو الخضر اللي موجودة ده يا شباب اللي هو الانميل وموجودة فوقه بعيث اللي هو الانميل ابسيليم او الايميلو بلاست الاوطى الانميل ابسيليم والاستيلات تكولوم والاستراتم انترميدييوم يبقى هذا الاخدر ده ابارة عن كل كلام اللي فوقه من اول الخط لحد هنا كل الكلام ده يا شباب هو الاخدر اللي موجود هنا الاصفر ده شباب عبارة عن الدنتن وعبارة عن الادونة اللي بيكون الدنتن عشان لسه ما حصلش اكتمال لتكوين الدنتن اكيد يعني مش كل المنطقة الفضلة دي هيبقى فيها بلب لا لسه في اصفر هيكون موجود جوه يعني شوية السلصال دول هقوم برضو عاملهم ومدخلهم جوه وكمان لسه فيه هقوم جايب برضو واحدة كمان وحطتها جوه يبقى معنى ده ان لسه ما حصلش اكتمال لتكوين الدنتن ولسه ما حصلش اكتمال لتكوين الانامل والدليل على ذلك ان لسه الاميلو بلاست الموجودة هنا فمعنى وجود الاميلو بلاست ان لسه هتكون الانامل واضح كلامه شباب واضح يبقى الوقتي ده الشكل اللي موجود قدامنا الانامل والدنتن وصلوا لحد منطقة السمنتو انامل جونكشن موجود هنا منطقة الحتة الرفياء دي السيرفايكل لوب ماذا سيحدث له؟ سيحدث عليه الشباب هذا ف行ب اني أكثر في اتجاه افقي في اتجاه هوريزونتل فبدل ما كانت الحتة دي واسعة كده يا شباب اهي حتة دي واسعة اللي ايه الفتحة دي بقت الفتحة ديقة شايفين الفتحة الوقت نظامها ايه بقت ديقة واسعة ديقة ايه اللي حصل له حصل له حاجة اسمها بيندينج هوريزونتلي يعني التوى بشكل افقي فكون لي الشكل ده تمام يا شباب الشكل ده بقى هنسمي ايه الشكل ده يا شباب بنسميه ابسيليم ديافرام بنسميه ايه ابسيليم ديافرام دي برضو نقطة مهمة جدا 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 يبقى الوقتي هذا السيرفيكل اللي موجود هنا في المنطقة دي ايه اللي حصل له حصل له بيندينج هوريزونتلي فنتيجة لذلك ايه اللي حصل حصل يا شباب زي ما انتم شايفين كده بيندينج هوريزونتلي فكون لي ابسيليم ديافرام اللي بيسيليم ديافرام مهم جدا 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 في عملية تكوين الروت اوكي واضح الكلام يبقى الوقت يا شباب المفروض هنعمل ايه المفروض هنعمل هنا بيسيليم ديافرام المفروض يا شباب ايه اللي موجود هنا فاكرين لما كنت بتكلم عن الدينت البابلة مش دي منطية الدينت البابلة تمام موجود.......... موجود فيه الوقت ولي بيكون الدينتين اما الولد سيكونني مثل البلبيكور طبعا الدينت البابلة هتمتد تحت ليه لان الروت هيكون فالدينت البابلة هتبدأ تمتد معايا وحتفهموا كل الكلام دلوقتي اوكي يا شباب تمام يبقى الوقت ده اسمه ايه؟ اسمه ابسيليام ديافرام تمام ممكن حد الوقت يسألني سؤال ايه هي اهمية ابسيليام ديافرام في اللي احنا شايفينه ده اهميته يا شباب ازا ما احنا دلوقت شوفنا انه هو ديق للفتحة الموجودة هنا ودي مهمة جدا جدا وهتفهمه الوقت لايه جبل وقت ايه لبيسيليام ديافرام عمل ايه ديق للفتحة التهانه هنا وف نفس الوقت الكونيك تفتشه بتاع البابلب الموجود لانه تحس كده ان هو ايه يتيح بقى الوقت يتيح بسبب وجود هذا الديافرام جبل وقت دي يجب انه احدد من وجود هذا الديافرام او البابلينبيةز بتاع البالب بدلا ان يتحدث كده منتشر في المنططة قطوة كله لأ انت عمل حج هتبقى موجود في المنطقة دي بس اوكي عمل كده اهي يبقى ده اهمية اللي بيسيل يمدي يا فرام لحد الوقت اوكي يا شباب تمام عايزين بقى نعرف ازاي بقى الروت هيكون ايه اللي هيبدأ يحصل يا شباب بصهم دي موجودة فين دي موجودة جوه الكريبت بتاعها تمام دي موجودة فين جوه الكريبت عايزين بقى نعرف ازاي الروت هيكون اول حاجه يا شباب لازم اكد عليها ان هذا الديفرام بيفضل ثابت زي ما هو يعني اللخضر ده بيفضل ثابت يعني ما بتحركش؟ لا ما بتحركش يعني مش بينزل لتحت عشان يكون الروت لا مش بينزل لتحت طب ازاي الروت هيكون الروت هيكون يا شباب بان الديفرام ده هيفضل ثابت والكريبت هو اللي هيبدأ يطلع لفوق واضح الكلام؟ تخيلوها معايا كده الديفرام هيفضل ثابت والكريبت هو اللي هيطلع لفوق تمام؟ طب الروت هيكون ازاي؟ الروت يا شباب هيكون بالترقة دي واضح الكلام؟ طب ايه اللي هيكون موجود مكان الالم ده؟ بصوا يا شباب هو منظر اللي احنا شايفينه ده هو ده بالزبط وانا اعراف بقى ايه اللي الخطوات اللي جايه ايه اللي هيحصل بصوا يا شباب هيطلع منه حاجه هنعرفها الوقتي سنسميها هرش هيرتويتج إبسيليام روت شيس بغض النظر عن الإسم هنعرفه كده وكده الوقت الشيس ده بيفضل يتكون والكرون هو بيطلع بيكون ما بينهم الشيط كراون هو بيطلع بيكون ما بينهم الشيط كراون هو بيطلع بيكون ما بينهم الشيط لحد مما كراون خلاص هيبدأ يحصل له ربشا وهيبدأ يطلع في القرار الكافتي هيبقى موجود هنا شباب الشيط عمل كده وهنعرف في الوقتي اي هو الحاجة اللي هيعملها الشيط واضح الكلام اهم حاجة الضيفران ماله سابت من اللي بتحرك الكراون دي نقطة مهمة جدا 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 وعايزكم تعرفوها من المنظر اللي انتوا شايفينه ده يبقى المعلم ده يفضل سابت والمعلم ده هو لا يتحرك واضح الكلام يا شباب واضح تعالوا كده يا شباب نرسم الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا بصوا بقى وركزوا معايا طبعا كل رسمينا الوقتي هيبقى كروكي على السريع بالنسبة لكراون لان خلاص الكراون يتكون ومعدناش عايزين منه حاجة عايزين نركز على مين؟ على الروت اوكي ادي افرام ده هسبتو يعني نفس الليفل هو يا شباب نفس الليفل ضدي افرام اه نفس الليفل بتاع ده ايه اللي هيحصل الكراون هو اللي هيبدأ يتحرك اوكي ده اللي نعمل هنا موجود الدينتن هنا اللي هميلو بلاست وموجود فوقها الاوطار اللي هي من الابيسيليم والاستيليتراتيكولم والاستيليتراتيكولم والاستيليترميديم مناش دعو بالكلام ده بقى الوقتي احنا عايزين بقى المنظر ده بصة يا شباب المعلم ده فضل ثابت زي ما هو اللي هو الابيسيليم ده افرام تمام هو ده هيفضل كيه بايده عنده مفيش اي حاجة متصر ما بينهم لا في حاجة هتتكون ما بينهم يا شباب الحاجة اللي هتكون حلقة وصل ما بين الابيسيليم ده افرام والكراون بنسميها هيرش هيرتويتش ابيسيليم روت شيس اهي هيرتويتش عشان ده الرجل اللي اكتشفها ابيسيليم عشان هي ابيسيليم روت عشان هي اللي هتكون مسؤولة او هي اللي هتبدأ في عملية تكوين الروت اوكي شيس عشان هي عاملة زي الغلاف بالضبط يا شباب مش هي اللي هتكون الروت مش هي اللي هتكون السمنطم ولكن هي عاملة زي المولد مولد يعني ايه يعني قالب والقالب يا شباب عارفين انتو القلب مثلا بتاع المهلبية وبتاع الجيلي والكلام ده هو نفس الفكرة هو عبارة عن قالب ومن خلاله هنقدر نكون الدنتم والسمنطم تمام المهم ده اسمه هرتويتج ابسيليام روتشيس ده عبارة عن ايه يا شباب عبارة عن امتداد من الانر انعم الابسيليام والاوطر انعم الابسيليام امتداد من الانر والاوطر هيكون شكله عامل ازاي هيكون شكله يا شباب عامل كده امتداد من الانر والاوطر ده اسمه هرتويتج ابسيليام امتداد من الانر والاوطر زي ما انتم شايفين كده يا شباب ده عبارة عن ايه عبارة عن قالب من خلاله هنقدر نكون الدنتن والسمنطم الدنتن بتاع الروت والسمنطم بتاع الروت بصوا شباب ركزوا معي في اللي هعملوا الوقتي عشان ده مهمة جدا 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 ده اسمه ايه انار انامي اللي بسيليا اللي هو ده طب ده اسمه ايه اسمه اوطر انامي اللي بسيليا تمام هنا موجود مين هنا موجود يا شباب الاندفرانشياتيد مزينكايمال سيلز يو ام سي اندفرانشياتيد مزينكايمال سيلز مزينكايمال عشان هي عبارة عن الخلايا بتاعتكم نكتفتشو تمام او الخلايا بتاعت الدنتن البابلة اندفرانشياتيد اندفرانشياتيد يا شباب معناها خلايا لسه لم يحصل لها عملية تميز خلايا لم تتميز يعني لسه خلايا موجودة انت عايز نعمل ايه؟ عايز نتحول لقضون طبلاست؟ ما عندش مشكلة عايز نتحول لكزة؟ ما عندش مشكلة عايز نتحول لكزة؟ ما عندش مشكلة دي اسمها ايه؟ UN DIFFERENTIATED MYSELC تمام UN DIFFERENTIATED MYSELC يا شباب اللي موجودة هنا جنب الانر انام اليبيسيليا تمام؟ فاكرين عملية تكوين الدينتن في الكراون فوق هنا هوا ايه اللي حصل؟ ان الانر انام اليبيسيليام يا شباب اتعدت على الحدود بتاعت اسرائيل اتعدت على السيلفري زون فنتجة عن ذلك يا شباب ان ديت حصل له عملية اندوكشن فكوينت لي اودون طبلاست والاودون طبلاست عمل لي ايه؟ كوين لي دينتن فاكرين؟ ده نفس اللي حصل هنا بالضبط يا شباب هنا موجود انر انام اليبيسيليام وهنا موجود UN DIFFERENTIATED MYSELC اللي هي الخلايا اللي عطلة اللي مش لاقي اي حاجة تعملها تمام؟ ديت UMC هصللها ايه؟ هصللها اندوكشن مين؟ مين؟ الانر انام اليبيسيليام فنتجة عن ذلك انها تشولrickت الأودون طبلاست تمام؟ مين؟ من هنا تعمل الانر انام اليبيسيليام عملت الانر انام اليبيسيليام عندما يداعمل الانر انام اليبيسيليام ليه؟ اليوم ميسي فكوينت لي قدون طبلاست ولو قدون طبلاست كوين لي الروت دينتين اوكي ده اللي حصل بالضبط يا شباب زي ما انتم شايفين كده ديت نقطة مهمة جدا 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 اهم حاجة هو تكوين الروت دينتين لمجرد انك تفهم عملية تكوين الروت دينتين كده خلاص انت ماشي في المنصر الصح وهتكون الامور بسيطة معاك تعالوا كده نشوف مستلصال ايه اللي حصل ده يا شباب المنظر الاولاني اللي احنا عارفينه بعد كده اتكون الهيرتويج ابسيليم روت شيس اللي هو الاحمر ده يا شباب ده الهيرتويج ابسيليم روت شيس ابارة عن قالب ابارة عن مولد احمر اهو حاجة كده وكده بعد كده هتتحلل وتتشال ولكن هي اهميتها هي اهميتها يا شباب ان هي هتبدأ في عملية تكوين من الروت دينتين يعني من الاخر يا شباب لو الانر انام الابسيليم دي مش موجودة اي الهيرتويج ابسيليم روت شيس مش موجودة هل الخلايا الى موجودة هنا هيحصل لها اندقةن ؟ لأ طبعا فنتيجة لماذا هذه الخلايا لها مادام دي محصل لها اندقةن نتيجة لها القدونén المستمممماتية و نتيجة لها هذا الدينتن مهم جدا وجود الهيرتويت جيبسيليم روتشيس لان هيا اللى بدأت في عملية تكوين الروت دينتن عملية إيه عملية اندقةن ده الهيرتويت جيبسيليم روتشيس اللى هو الأحمر ده تمام موجود تحت مين ؟ هنا موجود الي اسنا متفين عليه تمام ؟؟ دة عملت، الحكومة لخلايا اللي موجودة في النص هنا الاخيومة التي ت البرتقانة اللي جوا دا يا شباب ده هفتقاني اللي هو الدنتين فحا ما shore ده برضو البرتقاني Always اللي هو الروتدينتين كوexτη حليا البرتقاني اللي جوا دا يا شباب اهو اللي انتو شايفينه جوا ده اللي هو بروتقاني ده ده يعباره عن ايى الرو تدينتين اوكي اوكيidir واضح كلم عايزكم تمشوا معيب الترتيب اللي بسيليم ديفرام هيفضل سابت زي ما هو ولمش شعصله حاجه هيفضل سابت والكراون هيقدر يملك لفوق. ما كراون عايز يحصل له ربشا. صح ولا لا. فكراون هيدا يطلع لفوق. وصل لفوق هنا اهو. خاص بقى مناش دعوة بكل اللي جوه ده. خلاص عارفينه. اهو. الدنتن بدأ يتكون هنا. هل ده دنتن? يعني حصل له عامية? لا طبعا. لسه ما حصلش. اهو شباب. فهمين الدنيا هو ده الروت دنتن. الوقت يتكون الروت دنتن. عايزين نعرف بقى. ازي السمنطم هيتكون؟ انت الوقت بتقول انار انامل اابسليم. اهو. وده اوطر انامل اابسليم. انامل. ايه اللي جاب الانامل للروت؟ ده سؤال كويس جدا. كويس جدا ان هو يجي في خاطر اي حد فيكم. انار انامل اابسليم. اوتر انامل بيسيليم يعني ثانية واحد انت عايز تقول لي ان هو هيكون لي انامل انامل في الروت ازاي يا جدع مش فاهمة سؤال حالو بص يا شباب مدام السؤال ده جي في دماغك فمعنى الكلام ان احنا مش عايزين هذا الهيرت والجي بيسيليم روتشيس يكون موجود بداية من المرحلة دي ليه لان احنا عارفين يا شباب لما كنا هنا في الكراون ان لمجرد ان الدنت يتكون هنا في الكراون يا شباب لمجرد ان الدنت يتكون هنا فده بيعمل تحفيز لمين للبري اميلو بلاست صح بيعمل تحفيز لبري اميلو بلاست ان هو يتحول لمين ان هو يتحول لاميلو بلاست فلما يتحول لاميلو بلاست يا شباب بيبدأ يكون لي الانمل صح صح طب ثانية واحد ايبا الوقتي اللي انا عايز افهمه ان احنا مش عايزين هذا الانر انامل ابسيليام يكون موجود لمجرد ان بريدنت يتكون ليه؟ لان بريدنت لما يتكون يا شباب هيعمل تحفيز لهذا الانر انامل ابسيليام ان هو يتحول لاميل البلست فيكون لي انامل لا ده احنا مش عايزين نوصل لكده مش عايزين المرحلة دي فاحنا عايزين يا شباب لمجرد ان بريدنت يتكون يلا باشا اجري حلل هذا الهيرت والجيبيسيليام روتشيس يلا عشان تتحلل يحصل له ديسينتيجريشن يلا عشان تتحلل قبل ما بريدنت يعمل اندوكشن لهذه الخلايا فيحصل تكوين للميلو بلاست فيكون لانامل وهنا يحصل مشكلة واحنا مش عايزينها وان شاء الله هنفهمها بعد كده الدور الوحيد او الدور الاساسي بتاع الهيرت والجيبيسيليام روتشيس ان هو بيعمل اندوكشن للاندفرانشييتد ميزانكايميل سيلز انت يا عام الهيرت انت عملت اندوكشن انت كده عملت الوظيفة بتاعتك قطر خيرك يلا مع السلامة ليه لان هذه الاندفرانشييتد ميزانكايميل سيلز هتتحول لقدون توبلاست وهيكون بريدنتين ولمجرد ان بريدنتين يتكون هيعمل اندوكشن لهذه الخلايا فهيكون لانامل وده اللي احنا مش عايزينه تمام فاحنا يا شباب عايزين نفهمها بس هذا الهيرتويتج إبيسيليام روتشيس لمجرد ان الدنتين اللي هو بورتقان اللي كان موجود ده قبل ما يتكون بريدنتين يا شباب ده هيكون متحلل عشان ما يحصلوش اندوكشن فيكون لي اعميله بلاست ويكون لي انامل فكده يا شباب احنا اتفقنا ان هذا الهيرتويتج إبيسيليام روتشيس بدأ يتحلل وهيسيب بقايا منه فاكرين اللطرال دنت اللامنة لما تحللت سابتلي بقايا سميناها ايه سميناها إبيسيليام رست اوف سيرس فاكرنا دي برضو يا شباب عبارة عن إبيسيليام هيرتويتج إبيسيليام روتشيس عبارة عن إبيسيليام فهيسيب بقايا منه حنعرفها ان شاء الله شباب بعد كده هنسميها إبيسيليام رست اوف ملسيز لان اللي اكتشاف اسمه ملسيز يبقى الوقت احنا اخدنا حاجتين رست في بقايا اثنين موجودين واحدة بقايا نتيجة تحلل اللطرال دنت اللامنة سميناها إبيسيليام رست اوف سيرس والتانية نتيجة تحلل هذا الهيرتويتج إبيسيليام روتشيس سميناها يلا شباب إبيسيليام ريست اوف ملسيز يبقى الوقت اخدنا اتنين إبسيليام رست اوكي اوكي صاحبك ده هيتحلل فنتيجة لها يا شباب نتيجة لها البريدنتين اللي تكون هنا يا شباب هيكون على اتصال مع من اللي موجود هنا الانر لير بتاع الدينتال ساك صح الانر لير بتاع الدينتال ساك فيه برضو خلايا فيه اندفرانشياتيد ميزنكايمة السلزة موجودة اهي هزي الاندفرانشياتيد ميزنكايمة السلزة يا شباب لمجرد ان هي تكون على اتصال مع بريدنتين لمجرد ان هي تكون على اتصال مع بريدنتين بيقوم بريدنتين عمل لها اندوكشن يحفزها يحفزها نية اهي ان هي تتحول لي سيمينتو بلاست سيمينتو بلاست الخلايا المكونة لي السيمينتا اهي كوني سيمينتو بلاست في هذا السمنتو بلاست هيكون لي سمنطم في المنطقة دي هيكون لي سمنطم في المنطقة دي هل هو سمنطم صلب؟ طبعا لا زي ما احنا متفقين من زمان ان اي حاجة صلبة في الجسم بتتكون بتتكون في صورة ماتريكس الاول بعد كده بيحصل الله من ريليزيشن يبقى دا اسمه سمنطم ماتريكس او سمنتويد اسمه يا شباب سمنطم ماتريكس او سمنتويد يبقى الوقتي احنا عندنا هنا روت دنتن وعندنا هنا سمنطم ما هو دا الشباب اللي احنا عايزينه عشان نكون الروت وموجود هنا روت دنتن هنكبره بقى شوية دلقوا دونتو بلاست اهو كون لي كل الطبقات دي من الدنتن هي نفس الفكرة هنا موجود الروت دنتن وبيغطيه السمنطم واضح الكلام يا شباب مفهوم النقطة دي بس يبقى الوقتي دا كيفية تكوين الروت دنتن وكيفية تكوين السمنطم عرفنا ازاي السمنطم بيكون ان بريدنتن دا هو لمجرد ان هو يتصل مع الاندفرانشيتد ميزنكايمال سيلس اللي موجودة هنا في الدنتن الساك بيحفزها ان هي تتحول لسمنتو بلاست فالسمنتو بلاست بيعمل ايه يتكونني السمنطم ماتريكس او السمنطويد فبقى الاحمر دا هو السمنطم اهو تعال نكملها هنا يا شباب اتكون لي هنا سمنطويد او سمنطم ماتريكس اهو اهو واضح الكلام يا شباب هنا اتكون الدنتن او البردنتن والا هيحصل له بعد كده عمائية منراليزيشن وهيكونني الدنتن اوكي يا شباب اهو وهنا موجود الادونتو بلاست موجودة اهيه عشان لسه هتكون لي باكي الدنتن نفس الفكرة هنا اهو تمام والاحمر دا يا شباب هو زي ما انتو عارفين البلب دا منظر يا شباب اللي موجود معانا طبعا الكيراون هيفضل يطلق لفوق لحد ما يحصل له الروشن صاحبك دا هيفضل ثابت اللي هو الابيسيليام دافرام اللي بيسيليام دافرام بعد كده يا شباب اكيد طبعا المنطقة دي مش هتفضل واسعة كده فهيتكون في المنطقة دي دنتن هيكون في المنطقة دي دنتن وهنا الدنتن يا شباب هيكون برضو حواليه الدنت الساك وفيه الاند انفراشياتي وبالتالي هيكون لهنا سيمينتو بلاست فهيتكون هنا برضو سيمينتن هنا برضو هيكون سيمينتن نفس الفكرة بالزبط لحد ما يكون هنا الابيكالفورامن واضح كلام يا شباب اظن الكلام واضح جدا بالنسبة لكم ما فيهوش اي مشكلة ده المنزر اللي موجود معنا ده الدايرة مقفولة اه اوكي افتح شوية الدايرة هنا الاصفر اللي موجود برا ده هو السيمينتن والبرتقان اللي موجود جوا ده هو الدنتن طبعا الدنتن لسه سمكه هيزيد شوية تمام من ناحا دي هيفضل يطول يطول لحد ما يوصل عندي كده اوكي يا شباب ويتكون لي الروت كامل المنطقة دي من تحت هتتقفل من خلال تكوين دنتن وسمينتن وينتهي هنا عند الابيكالفورامن ديقناه خلص وهو ده الشكل يا شباب اللي موجود معنا اوكي هتمنى يكون الامور واضحة بالنسبة لكم هنمسح الشكل ده وفي بس ايه نقطة احبة زودة ويبقى كده خلصنا خلاص الشكل اللي احنا شايفينه ده هناخد منه قطاع اوكي بص يا شباب مركزوا معي ده يا شباب السمنطم اوكي ده السمنطم تمام اللي انتوا تشوفوه بالنسبة ده ده عبارة عن الدنتن اللي تكون او البردنتن اللي تكون تمام هنا موجود الراس بتاعت الودنتو بلاست اهيه هنا موجود الراس بتاعت الودنتو بلاست والاحمر الفضنوس ده يا شباب ده عبارة عن البالب اوكي يا شباب ده المنزر الموجود معانا لما اجي اخد قطاع بالشكل ده ده المنزر الموجود معانا لما اجي اخد قطاع بالشكل ده تمام طب تعالوا كده يا شباب نكمل المنزر الموجود معانا المفروض هنا موجود بون صح؟ المفروض هنا موجود بون اللي هو الألفيلر بون وبيربط البون بالسمنطم برودونشيال لجامنت صح يا شباب؟ ان شاء الله لما تجد تدرسوها هتعرفوا الشكل بتاعها بيكون عامل ازاي بيربط البون اللي هو ده بالسمنطم بتاع السنة برودونشيال لجامنت ده البون السنة بتمسك في البون من خلال برودونشيال لجامنت فتعالوا كده نكبر المنظر ده شوية بدل ما احنا اخدنا من السنة بس عايزين كده ناخد برودونشيال لجامنت هيكون شكله اعمل ازاي؟ هيا شباب وده البون اللي هي مسكة فيه احنا واخدين قطاع واخدين قطاع كده يا شباب وده البون اللي هي مسكة فيه ده البون تمام الأحمر ده هو السمنطم والاسود ده هو برودونشيال لجامنت تمام تمام الهيرتوتج بسيليام روتشيس يا شباب لما يتقطع الهيرتوتج بسيليام روتشيس لما يتقطع بيروح فين؟ ممكن يا شباب يكون موجود مبين البرودونشيال لجامنت هنا كده ممكن يكون موجود مابيني برودونشال لجامنت بالطرقة دي تمام؟ اسمه ويه؟ إبيسيليم ريست أوف ملسيز اللي اكتشفوا اسمه ملسيز فالبقايا بتاعته شباب يكون موجودة في المنطقة دي ممكن تعمللي سيست السيست ده إما يكون موجود بريابكل يعني تحت السنة وإما يكون موجود لاترال بالشكل ده تمام؟ يبقى الوقتي أي حاجة من بقايا الإبيسيليم ممكن تعمللي مشاكل الإبيسيليم ريست أوف سيرس اللي اخدناها مرة اللي فاتت ممكن تعمللي مشاكل والإبيسيليم ريست أوف ملسيز ممكن تعمللي سيست فهي برضه مصدر لمشاكل أوك يا شباب أتمنى تكون كده الأمور واضحة بالنسبة لكم كده عرفنا إزاي الروت بيتكون ولكن ده سينجي روت طب بالنسبة مثلا لأبر فور أو مثلا أبر سيكس أو أبر سيفن فيه تو روت أو سيري روت إزاي بقى التو روت أو السيري روت بيتكونوا ده كان المنظر بتاع الإبيسيليم دي أفرام صح؟ لو استمر على كده بيكونني وان روت زي ما إحنا شايفين كده طب مثلا في الأبر فور بيتكون تو روت فهنا شباب بيحصل حاجة اسمها اتحاد مبين اتنين تانج لايك بروجيكشن بروجيكشن يعني نتوق نتوق شبه اللسان بالضبط شبه التانج اتنين اتحدوا مع بعض بالشكل ده ده واحد يا شباب ده تانج لايك بروجيكشن استنى بس ما ثبتها اهو ده تانج لايك بروجيكشن وده تانج لايك بروجيكشن واتجمعهم او اتحدوا مع بعض عند المنطقة العالية دي يبقى الوقتي ازاي بيتكون تو روتز ان احنا عندنا اتنين تانج لايك بروجيكشن بيطلعوا من هنا من البيسيليان ديافرام واللي اتنين بيتحدوا مع بعض في النص كده وبيكونوا لي حاجز ما بين المنطقة الفاضية دي والمنطقة الفاضية دي اللي هي تستمر على كده وتكون لي تو روتز واضح الكلام؟ تمام ده في السنة اللي ممكن يتكون فيها تو روتز طب مثلا الابر سيكس والابر سيفن بيكون فيهم سري روتز سري روتز يبقى الوقتها شباب ايه اللي حصل؟ نفس الفكرة بالضبط سري طانج لايك بروجيكشن واحد اتنين تلاتة طلوعهم من البيسيليان ديافرام اتحدهم في النص اتكون لي تلات مناطق ازا متوا شايفين كده واحد اتنين تلاتة ديت هتكون لي روت هيتطلع منها روت وديت هيتطلع منها روت وده هيتطلع منها روت اوكي يا شباب ده اللي حصل بالضبط يبقى كده هتكون لي وان روتز كده هتكون لي سري روتز اوكي كده هتكون لي تو روتز زي اللور سيكس واللور سيفن والابر فور وده احنا عارفينها من ايام من مورفولوجي في سنة اولى اوكي يا شباب كده خلاص اتكلمنا عن كل حاجة بالنسبة لتكوين روت فورميشن سواء كان في سنجل روتز او تو روتز او سري روتز وعارفنا ايه اللي بيحصل في حاجة اسمها تونج لايك بروشيكشن تمام؟ بتطلع بالطرقة دي والاتنين بيتحدوا مع بعض فيكون هنا وان روت وهينا التاني روت اوكي يا شباب بس كده ده كل حاجة بالنسبة للراوت فورميشن تعالوا يا شباب عشان نتكلم عن فونكشن والكليكال كونش دراشن اجهز يا شباب يلا بينا يا شباب عشان نتكلم عن الكليكال كونش دراشن وبعد كده ان شاء الله في الاخر هنتكلم عن الفونكشن هنسمها delicious النقطات plac Mi النقطة الاولى يا شباب هتبقى الكلام MerطATA باللي احنا نستواخدينه الوقتي اللي هو الروت فورميشن. واحنا اصلا متفقين من اول حس خالص في المنهج ان الكلينيك الكونسيدريشن معناها اي حاجة انا هدرسها في القرى الهستروجي ومرتبطة بالعيادة مرتبطة بالكلينيك. فطبعا يعني يا شباب الكلينيك الكونسيدريشن هتكون حاجة ممتعة بالنسبة لكم فركزوا معايا يا شباب. اول حاجة هنتكلم عن الحاجات المرتبطة بالروت فورميشن اللي احنا نستواخدينه هناخد فيه اربع مصطلحات. والاربع مهمين جدا. رقم واحد بنسميها انامل بيرل. تمام? انامل بيرل. يعني ايه بيرل? بيرل عارفين انتو حاجة زل اللي قلوها هي نفسها بالزبط. الفاكرين لما كنا بناخد بسيريا ريست اوف سيرس الفيديو اللي فات قلنا ممكن نقول عليها سيرس بيرل. نفس الفكرة بالزبط. ديت اسمها انامل بيرل. مرهمش علاقة ببعض خالص. هم بس هي تشبه في الاسماء. انامل بيرل دي يا شباب هنعرفها الوقتي وايه هو سبب تكون الانامل بيرل. اوكي? تاني حاجة معانا يا شباب بنسميها بير دينتن. بنسميها ايه بير دينتن. يبقى تاني مصطلح معانا اسمه بير دينتن. تالت مصطلح معانا يا شباب بنسميه اكسيسوري كنالز. وكلنا عارفين يعني ايه الاكسيسوري كنالز. ودرسناها في المورفولوجي او الدينتل اناتومي السنة اللي فاتت. رابع حاجة بنسميها انتر ميديات سمنطم. دي يا شباب هنعرفها مصطلح بس وبعد كده هناخدها لما ليجي ان شاء الله ندرس شابتر السمنطم. وبرضو هناخد عانا ملحوظة معانا كده. اوكي? انتر ميديات سمنطم. خليها كده الواحدة. تعالوا بقى هنتكلم عن التلاتة دول. وهنربطهم ببعض. التلاتة دول يا شباب فيه عامل مشترك ما بينهم وهو الهيرش. الهيرتويتش ابيسيليام روتشيس. هو عامل مشترك ما بينهم. اما يكون الهيرش ده يا شباب. اما يكون عي اللازق. يعني بيحب واحدة. وهي مش بتحبه. بس هو ماسك فيها ولازق فيها. واما يكون عي الواطي. افتكروها كده. واما يكون راجل عنده كرامة. يعني بيمشي لما يلاقي سوق ضيافة. يعني انت الوقت ضيافتك لها مش حلوة. قبل ما تقول ليمشي بقوم ماشي الواحدة. يبا الوقت يا شباب احنا عندنا الهيرتويتش بسيليام روتشيس. اما يكون عي اللازق. يعني يفضل موجود زي ما هو ما يتحركش. واما يكون عي الواطي يعني يعشمني ويخضر بي. هي نفسها بالزبط. واما يكون عي الواطي واما يكون شخص عنده كرامة. تعال بقى نوضح كل الكلام ده بطريقة سينتفك بطريقة علمية. انتخابات. انتخابات. تعال والله يا شباب هنبدأ الاول بالانامل بيرل. يعني ايه انامل بيرل? وانت الوقت بتقول روت فورميشن. ايه اللي جيب الانامل للروت? ايوه. الوقت بقى هنرجع لحاجة كنا قلناها قبل شوية. بصة شباب. ده الهيرتويتش بيسيليام روتشيس. عي اللازق. تمام? هنا موجود اللاخدر ده هو الاندفرانشياتيد ميزينكايمال سيلز. ام الانامل اللي بيسيليام اللي موجودة هنا عملت لها اندوكشن فتحولت لي ودونتو بلاست. فكونتلي هنا مين? كونتلي في المنطقة دي. اهي اللي هو اللي هو الفيرست لاير اوف البريدنتين. تمام? المفروب بقى ده هي على طول اللي هي الهيرتويتشيبيسيليام روتشيس. تم على طول بتقطعه وتتحول لي الابيسيليا الريست اوف ماليسيز. اتقطع يلا. احصل لك يلا ديسنتجريشن. اتحليلي ويمشي بيد عني. بس هي المشكلة بقى عي اللازق. حابب البريدنتين. والله ما انا متحرك. يا ابني يا ابني خلى عندك دم انا مش بحبك. برضو لازق. يا تخلى عندك كرامة يلا. معندوش كرامة. عي اللازق. فالهيرتويتشيبيسيليام روتشيس. فضل موجود زي ما هو. فنتيجة لها هذا البريدنتين عمل اندوكشن. لمين? لهذا الانر انامل ابيسيليام. حاولوا ليه اميلو بلاست. فالاميلو بلاست يا شباب زي ما انتم هتشوفوا في الوقتي. ام كون هنا في المنطقة دي. انامل. كون لي انامل في المنطقة دي. احنا الوقت في الروت. ايوة. كون لي انامل. فوق الدنتين بتاع الروت. يعني يا شباب. حصل المنظر ده. شايفين? ده المفروض ايه? ده المفروض الدنتين. بتاع الروت. والاصفر ده هو. هو يا شباب. يلا اقولهم. هو السمنطم. ولكن نتيجة لان الهرت والجي بيسيليامروتيس. كان لازق هنا. مرضاش يمشي. اتكون لي الحطة الخضرة دي. اسمها انامل بيرل. والانامل بيرل يا شباب بيكون لها مكانين. مميزين جدا لها. او اشهر مكانين ممكن يكون موجود فيهم. الانامل بيرل هي. عند السمنطو انامل جونكشن. عند المنطقة دي يا شباب. تكون موجودة عند المنطقة دي. ده انامل وده سمنطم. فتكون موجودة عند المنطقة دي. عند منطقة السمنطو انامل جونكشن. وبرضه ممكن تكون موجودة عند منطقة الفوركيشن بتاعة المولرس. او البرمولر. تمام يا شباب. يبا الوقت عرفنا الانامل بيرل. والسبب تكوينها ان الهرت والجي بيسيليامروتيس عبارة عن عي اللازق. او كده خلص خلصنا الانامل بيرل. تاني حاجة. شباب وهي. البير دنتن. يعني ايه بير دنتن؟ بير يعني مكشوف. دنتن مكشوف. طب واحدة واحدة كده دنتن مكشوف. اهي. اللي هو البرتاني ده. مكشوف يعني مفيش فوق سمنطم. اهو يا شباب. دنتن مفيش فوق سمنطم. طب ده حصل ازاي? حصل يا شباب ان الهرت والجي بسيليامروتيس كان حتة عي الواطي. يعني يعني عشمني وغدر بي. يعني عمل ايه برضه. بصة يا شباب. ده الهرت والجي زي ما هو. هنا نقوم بممثلط المامل في اينار انامل في اوطر انامل هنا الانامل أعملت الاسطب و هذه المقومة مقومة بيكونة البريدنتين كذلك في البريدنتين يصبح بيقوله يله يا عم امشي على مقومة انامشي امشي قبل ما أعمل لك انضاكشن ماردادش يمشي يا عم امشي ماردادش يمشي ، يعني زي الفوق؟ زي الاسطب؟، لا مش زيه ايه اللي حصل بقا؟ قامت البريدنتين حصل لها عملية يعني بقى اسمها دينتن اوكي اول ما بقت اسمها دينتن لقيتها على طول يا باشا يعني عشمها وغضر بيها فضل موجود وعند لحظة الحسم اول ما يقول ابوه انا عايزة اتجاوزها ام غضر بيها وستبها وماشي هنا اتكون الدينتن تمام؟ هيجي هنا الاندفرانشيتد من زنكايمة سيلز اللي موجودة في الدينتل ساك هتقولي يالله يا بريدينتن بريدينتن ايه ما عادش اسمي بريدينتن اما انت اسمك ايه انا اسمي دينتن انا الوقت بقيت حاجة صلبة يعني ما عدتش هادرة عاملك اندكشن يعني هنا يا شباب هزي هتظل اندفرانشيتد من زنكايمة سيلز لن تتحول الى سيمينتو بلاست وبالتالي المنطقة دي لن يتكون فيها سيمينتن وهتظل منطقة مكشوفة دينتن مكشوف دينتن فروض مفهوش سيمينتن من عشان كده يا شباب طلع المنظر ده اوكي؟ بس كده ديت النقطة التانية اللي معانا حتة عي الواطي ثالت نقطة معانا يا شباب وهي الاكسيسرو كنال بني ادم عنده كرامة يعني ايه عنده كرامة هو الهرتويت جيبستيليامروتشيس كأنه زي الضيف الغير مقبول ضيف مش مستحب محدش حبه فهو الهرتويت جيهنة في المرحلة دي او في النقطة دي عنده كرامة شوية والناس دي مش حابين نعود لها طب والله لا ماشي السؤال بقى هو ميش امتى الهرتويتج سابنا امتى بصوا يا شباب وركزهم في اللي عاملوا الوقتي ده الهرتويتج تاني ده الهرتويتج بسيليامروتشيس تمام؟ وديت لسه اندفرانشياتي بزنقيم السيلس هو في المكان ده غير مقبول مش مستحب ام عمل ايه يا شباب قبل ما يعمل اندوكشن يعني لسه ما عملش اندوكشن لدول ما عملش اندوكشن الاندفرانشياتي بزنقيم السيلس اللي موجودة هنا في الدينة البابيلا عشان تتحول قدون توبلاست يعني قبل ما يحولها حتى القدون توبلاست ام ماشي تمام؟ خليها مثلا ديئة شوية اهي ده فضل موجود فهنا تحولت القدون توبلاست اما في المنطقة دي يا شباب اللي هي منطقة دي الهرتويتج بسيليام اللي موجود في المربع ده مشى وبالتالي المقابلة لها مش هيحصلها اندوكشن وبالتالي مش هيبقى فيه في المنطقة دي قدون توبلاست وبالتالي مش هيكون هنا دينتن تمام؟ وبالتالي برضو مش هيكون هنا سمنطم فهي اللي هيحصل يا شباب شل دي بقى اللي هيحصل ان هيكون كده هنا مين؟ هنا البلب صح؟ هيكون كده منطقة خالية من الدينتن دينتن واتفضل ماشية كده مفيش هنا دينتن ومفيش هنا سمنطم تمام يا شباب؟ اه دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها عرفنا ازاي الاكسيسروي كانال بتتكون؟ اهو راجل عنده كرامة قم ماشي قبل ما يعمل اندوكشن فكوين لي هنا اكسيسروي كانال اكسيسروي كانال بتطلع من المين كانال وبتفضل ماشية لحد الاترال بتاع الروت وضح كلام يا شباب ده الاتسيسرو كانال اين يوجد الاتسيسروي كانال؟ اما كون موجودة على الاترال بتاع الروت بتاع الروت دي النقطة الاولى وممكن يكون موجودة يا شباب عند منطقة 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 بايفوركيشن او الترايفوركيشن يعني الاتنين تانجي لايك بروشيكشن يا شباب لما يجوا اتحدهم عشان يعملهم منطقة بايفوركيشن ما اتحدوش اوي تمام وانها تجلية الفتحة دي الفتحة دي يا شباب هيكون فيها اكسيسوري كنال يبقى الوقت عرفنا مكانين الاكسيسوري كنال اما يكون عند الاترى الول بتاع الروت واما يكون عند منطقة بايفوركيشن تمام دي مكانين مهمين جدا ممكن تلاقي فيهم اكسيسوري كنال اوكي عرفن الوقت السببين لحدوث الاكسيسوري كنال ممكن نزود عليهم السبب ثالث ان في اهل هنا ويوجد عمل اعاقة لتكون الدنتم في المنطقة دي وتكون السمنطم فنية تجلية برضو اكسيسرو كانال جواب بلد فيزلز ده. اوكي يا شباب بس كده. ده كل حاجة بالنسبة لانعمل بيرل بير دينتن اكسيسرو كانال. ديت ان شاء الله هنعرفها بعد كده بالتفصيل الممل. اوكي يا شباب. تعالوا يلا عشان نتكلم عن النقطة التانية في يلا بنا يا شباب عشان نكمل النقطة التانية في خلاص خلصنا خلاص خلاص بمرتبطة بالروت فورميشن. تعالوا يلا عشان نتكلم عن المرتبطة بالهيستوفيسيولوجيك استيجيس. هستوفيسيولوجيك? فاكريني يا شباب لما قولنا بنتكلم عن كلاوان فورميشن. قلنا بنقول ان احنا هنقسمه المورفولوجيكا استيجيس. انشياشن وبضو مش عارف ايه وايه. وهنقسمه ليه هستوفيسيولوجيك استيجيس. وقلنا ان الهيستوفيسيولوجيك استيجيس عبارة عن عنوين مش هنتكلم عنها. ولو في اي جامعة بتدرسها اي حد يكلمني واشرح حالف ريكورد وعبارة عن خمس دقيق. فهو الموضوع مش مهم لما نجي ندرسه تبع كلاوان فورميشن ولكن لما نجي نتكلم عن فاحنا ممكن نعطيق اهمية وان شاء الله الموضوع بسيط جدا مفوش اي مشكلة. بص يا شباب احنا الوقت هنتكلم عن ايه? عن كلاوان مرتبطة بالهيستوفيسيولوجيك استيجيس. اول نقطة يا شباب بنسميها يعني مفيش اي اختلاف عن التأسيمة اللي كنا اخدناها دي كده. انشييشن استيج. تاني واحدة يا شباب بنسميها برو لايفريشن استيج. والتالتة يا شباب بنسميها هستو ديفرانشييشن استيج. والرابعة بنسميها مورفو ديفرانشييشن استيج. والاخيرة مش هنتكلم عنها اصلا لاننا كده وكده هندرسها لأبوزيشن استيج. اللي هو ترسيب. ترسيب انعمل وترسيب دينتن. ما كده وكده اصلا ما هندرسهم بعد كده. وهنعرف كل حاجة فيهم. فهي كده وكده دي سابقة عن اوانها. فالاخيرة دي الابوزيشن استيج مش هنتكلم عنها. خلينا بس نركز على الفوق. اول واحدة يا شباب اللي هي الانشييشن استيج. انشييشن استيج من اسمها يعني ايسا في الاول خلص. فاحنا عندنا يا شباب ممكن يحصل حكتين في الاول خلص. اما يحصل ابنورمال انشييشن يعني حصل زيادة. حصل زيادة في بداية التكوين. واما يحصل لاك اوفينشيشن. يبقى الوقت يا شباب احنا عندنا الانشييشن استيج ممكن يحصل حكتين. اول حاجة بنقول عليها ابنورمال انشييشن. ابنورمال يعني حاجة مش طبيعية. حصل زيادة. حصل زيادة. طبيعي يا شباب لما يكون مثلا اتنين دنت اللامنة او يكون اي حاجتين. فمعنى ده ان فيه سوبر نيوميراري توس. حصل زيادة. فهنا يا شباب هيكون سوبر نيوميراري توس. ومثال عليها سوبر نيوميراري ابرلاترال انسايزور. بيكون عندنا اتنين ابرلاترال في نفس الكوادرانت. تمام؟ يبقى ده اول واحدة اللي هي ابنورمال انشييشن. التانية بنسميها الجهر عطية الانشييشن. فان ما تكون فيه نقص ممكن يرد فيه نقص في الاسنان. يعني يكون مثلا فيه سنة نقصة او سنتين او تلاتة. وممكن يا شباب يكون جميع الاسنان مش موجودة لا يكونتش من اساسه. فهنا الحشباب سنقسمها لحكتين. العطية الاسنlarını سنجد الحكتين. اما يكون فيه سنة او سنتين نقصين. وما يكون جميع الاسنان نقصة. فلما يكون في سنة واحدة أو سنتين نقصين دي بنسميها هايبو دونشيا ولو جميع الأسنان ما تكونتش من أساسه بنسميها أنو دونشيا يبقى الوقت يا شباب إحنا عندنا حاجتين بالنسبة لللاك أوف إنيشياشا إما يكون سنة واحدة أو مثلاً اتنين فدي بنسميها هايبو يعني في نقص دونشيا وإما يكون بقى جميع all of these لم تتكون فبنسميها أنو دونشيا أو أنو دونشيا على طول تمام يا شباب إبقى هايبو دونشيا وأنو دونشيا هايبو دونشيا زي الصورة دي في سنتين تأتي نقصين أنو دونشيا زي الصورة دي جميع الأسنان لم تتكون وك يا شباب تمام طب انت دلوقتي ممكن تقولي قل إيه هي الأسنان اللي ممكن ما يكونش موجودة أو مرشح إن هي ما يكونش موجودة يعني في حالات أو مؤظم الحالات اللي ممكن يكون عندها هايبو دونشيا بيكون في الابر لترى أو السرد مولر اللي هو درس العقل أو الابر فايف يبل هايبو دونشيا بيكون مرشح في تات حاجات Amber two Mer of lower lower rate umbe deriodontia حسن ف個人 called Initiation Stage While Breathe Bl вод knight بل 여기서 يقوم بول ان يأكل مك done خلل اثناء حدوث عملية With Beale y Tecn أسناق التقاصر تمام دي مش مهم قوي أركزوها معي في اللي جاية واللي هي في الحالة دي يا شباب بيكون موجود نقص نقص في فيتامين اي فيتامين اي مهم جدا جدا عشان حركة الأودونتو بلاست عشان الأودونتو بلاست يتحرك ما احنا عارفين يا شباب ان الأودونتو بلاست بيتحرك نحية البلب فلما الأودونتو كتحرك نحية البلب فهو بيقعوي باللئة دينتن مترك فلما يكون بنقص في الفيتامين اي انها ثميكانية بنسميها اي يا ستيو Déntin اوستيو دنتن اوستيو دنتن لماذا نسميها؟ استيو ما احنا عارفين من ايام الهيستولوجي ان استيو دي حاجة على العظم ايه اللي جاب العظم للدنتن سؤال حاله اول سؤال هسأله لك واحنا بناخد كراون فورميشن هل الدنتن سليولر ولا ايه سليولر؟ سليولر يعني الدنتن جواه خلايا ايه سليولر يعني الدنتن مش جواه خلايا السؤال بقى هنا الدينتن جوا خلايا ولا مفيش جوا خلايا طبعا يا شباب ما احنا بنقول ايه عشان الدينتن يتكون فهو القضونة بلاست بيقعد يتحرك يتحرك فهو لما تيجي ببصر الدينتن بشكل عام ما بتلاقيش جوا خلايا يبقى الدينتن اهو ايه سيلولار يعني مفهوش خلايا ايه سيلولار تمام مفهوش خلايا طب ليه بقى قلت هنا قستيو دينتن لان يا شباب هنا في الحالة دي هيكون الدينتن جوا خلايا الدينتن هيكون جواه القضونة بلاست موجود جواه لان القضونة بلاست ما قارفتش تتحرك ففضلت موجودة وقعدت تفرز الدينتن حواليها انا موجودة هو وقعدت تفرز الدينتن حواليها فلما الدينتن يحصل له انا بقيت موجودة جواه فبقيت سيلولار يبقى في الحالة دي يا شباب القستيو دينتن بيكون سيلولار تمام؟ يبقى ممكن يجيلك في سؤال موسيكيو امتى يكون عندنا دينتن سيليودر عندما يكون في نقص في الفيتامين ايه؟ انت لحد الوقت عادت الليف والدور ايه بقى اللي جاب استيوهنة؟ العضم ايه اللي جابه هنا؟ بص يا شباب احنا لما درسنا جنرال هستولوجي واقعدنا ندرس العضم جيبنا العضماية كده جيبنا يا شباب العضماية دي وجيبنا منها سيكشن كده جينا نبص يا شباب لينه هنا ايه؟ لينا ماوجود الاستيبلست الاستيبلست اللي هو مكون العضم وميوجود حوله عضم فبنسميه استيوضيت موجود هنا شباب استيوضيت يعني موجود جوى العضم خلايا فامنا هنا تذكرنا موضوع الاستيبلاست فاخنا ناخدنا الشباهه فسميناه استيوديентن فاهمين؟ يبقى العظم لما ييجي حد يتكلمي عنه هقولك انه هو سيلودر لين بيكون موجود جواه الاستيوكيو فحنا اخدنا مثال عليه اللي هو الاستيو دينتن واضح الكلام يا شباب واضح وما فيوش اي مشكلة كده فهمنا خلاص موضوع الهيستو ديفرانشييشن استيج بالنسبة يا شباب للمرحلة الاخيرة اللي هنتكلم عنها وهي المورفو ديفرانشييشن استيج مورفو يعني في الشكل اي حاجة متعلقة بالشكل يا شباب هتروح لدي اي حاجة متعلقة بالشكل شكل كرون في اي حاجة بين من بره كده فيها مشكلة او في اي حاجة متعلقة بالشكل هنروح لقم اربعة دي واللي هي المورفو ديفرانشييشن استيج بصوا شباب المورفو ديفرانشييشن استيج مرتبط ارتباط مهم بالهرمونات بالاندو كراين اندو كراين ديستربانس يعني لما يكون في اي خلل موجود في الاندو كراين اندو كراين اللي هي الهرمونات فيه مشكلة في الهرمونات فاحنا عندنا شباب مثالين على موضوع الهرمونات ده عندنا جلاند بنسميها البتيوتري جلاند بنسميها ايه البتيوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية اللي موجودة هنا البتيوتري جلاند بتعمله بتفرز هرمون او فيه حاجة تبعها بتنتج هرمون النمو اللي انتو درستو في الاحياء بتاع السنوية تمام؟ هرمون النمو ده مسؤول عن نمو الجسم مسؤول عن نمو الأسنان وهكذا فلو حصل يا شباب اي ديستربانس في البتيوتري جلاند فده قلل من جروس هرمون قلل من هرمون النمو فلما حصل نقص في هرمون النمو ده يا شباب بيؤدي الى تأخر في الاربشان ديليد الاربشان اوكي؟ يبالوقتي لما يحصل نقص في هرمون النمو ده بيؤدي الى تأخير الاربشان اوكي؟ الحالة دي بنسميها هايبو بيت يوتي رزم اوكي يا شباب دي حاجة ممكن تحصل تاني حاجة يا شباب ممكن تحصل بتحصل في السيرويد جلاند السيرويد جلاند اللي هو كالسيتونين والسيروكسين فلما يحصل خلل في السيرويد جلاند فده ممكن يؤدي الى نقص في الكالسيوم نقص في الكالسيوم نقص في الكالسيوم اللي موجود في السنان او اللي هيروح للسنان فده يا شباب هيؤدي ليه؟ بالدمغ كده هيؤدي ليه؟ هيؤدي الى ان الكراوين هيكون صغير هيكون سمول كلينيكل كراوين هيخلي الكراوين بيكون صغير فاحنا عندنا حاجتين يا شباب ممكن يحصلهم بسبب حدوث في هرمونات اما هنا تبع بتوتر جلاند واما هنا تبع السيرويد جلاند فبتوتر جلاند هيقل هرمون النمو وبالتالي هيحدث تأخر في الربشن هنا في السيرويد جلاند هيقل الكالسيوم فبالتالي الكراوين ممكن يكون صغير اوكي؟ الحالة دي بنسميها هايبو بيتيوتاريزم اما الحالة دي يا شباب بنسميها هايبو سيروديزم من اسمها؟ ديت سيرويد جلاند سيروديزم ديت بتوتر جلاند فدية يكون اسمها بيتيوتاريزم اوكي يا شباب تمام ديت يا شباب بعض النقاط المهمة جدا بالنسبة للمورفو دفرانشيشن استاج في بعض الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها زي التوينينج يعني مثلا السنتين لازين في بعض او بيقول عليها الجنريشن او ممكن نسميها ديفيوجن طبعا فيه اختلافات ما بينهم في بعض المصطلحات كده يا شباب ان شاء الله هنتكلم عنها بعد كده ممكن برضو يحصل اختلافات في الشكل زي ما احنا عارفين البيج شايب دي لاترال ودرسناها دي كده في المورفولوجي ابر لاترال انسايزور بيكون شكله ببيج شايب دي لاترال تمام؟ في بعض الاختلافات كتير اللي ممكن تحصل في الشكل وممكن نقابلها وهنقابلها بعد كده في المنهج ان شاء الله يا شباب كده خلصنا خلاص الكلينيكال كونسيدريشن تعالوا والله هنتكلم على السراء جدا جدا على الفونكشن ليه على السراء جدا لاننا اصلا يعتبر عارفين الفونكشن بتاع اي حاجة اخدناه في الشابتر ده هنقولهم على السراء ويبقى كده خلصنا خلاص يا شباب فيديو النرد يلا بنا يا شباب عشان نتكلم عن النقطة الاخيرة في الشابتر دي واللي هي الفونكشن الفونكشن سهلة جدا هنتكلم عن وظيفة الدينت اللامنة وظيفة الانام الأورجان وظيفة الدينت البابلة وظيفة الدينت الساكن شوفوا ايه دي نحطه في جابي هنتناقش مع بعض بطريقة بسيطة خالص الدينت اللامنة وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي عطتني 52 سنة 32 برمننت و20 دي سيدوس ده وظيفتها تمام تعالى اللي بعده اللي هو الانام الأورجان الانام الأورجان احنا عندنا فيه حاجات كتير يعني مثلا حاجة زي الاوتر الانام الليبيسيليم الاوتر الانام الليبيسيليم يا شباب بيدمخكوا كده مش الاوتر الانام اللي هو يحيد بالانام الأورجان يعني هو يعمل حدود للانام الأورجان ماشي دي حاجة فهمنا الآخر بالانام الاوتر الانام لبيسيليم هو المسؤول ان هو بيود التخزية من الدينت النساك لجوه صح او لا؟ لهذا احنا شددنا عليها قوي لما اقولنا يا شباب لما يتكون الجدار الحاكل الانylfur li poder seiへ اللي هو الانام اللي هو الانت الليا من الدينت�ي كانت منين من الدينتال بابيلا بس لما كون الجدار اللي هو الفيرس تيليير من الدينتين فهنا هنلاقي الدور انها تجيب له التخزية من الدينتال ساك فاكرينها ومثال عليها المينرالز المينرالز هتروح من البلاد فيزيزيلز اللي موجودة في الدينتال ساك وهتروح للإستراتها من ترميديام فاكرين تمام ايه تاني بالنسبة للاوطر الاينامي البيسيليام ان هو يكون الص...... مع مين؟ مع الانر انامال ليبيسيليم ولطبعا كلنا عرفنا ... نعمية الصفاك في تكوين الروت .. تمام؟ ده بعض الحاجات بالنسبة للأوطر انامال لبيسيليم طيب نسبة للانر انامل ليبيسيليم الانر انامل ليبيسيليم ليه ادوار مهمة جدا جدا يعني مش لازم بس ان هو م يعني ما سور يعنيzug الفقانه عن حدوث الاندوكشن للاندفرانشياتب ميزينكايمال سيلز اللي موجوده في دينتال بابيلا فكونتلي أودونتو بلاست يعني من غير الإنار إنامي اللي بيسيليم ما كانش هيكون الأودونتو بلاست صح؟ وما كانش هيحصل بقى أي حاجة أي حاجة من اللي احنا أخدناها بكده ما كانش هيكون أودونتو بلاست وبالتالي ما فيش دينتن وبالتالي ما فيش أميلو بلاست وبالتالي ما فيش إنامي يعني ما عملناش حاجة فهو برضو الإنار إنامي اللي بيسيليم له دور مهم تمام تعالوا مثلا الاستليتر تيكلوم استيليت رتيكلم يا شباب احنا برضو قلناها ان هي عاملة زي الصدادة فهو بيحافظ على شكل السنة يبقى الوقتي هو بيحمي السنة من الفورسز من الفيزيكال فورسز وبالتالي بيحافظ على شكل السنة تمام بعد كده روحنا للليت بالستيج وقلنا يا شباب ان الاستيليت رتيكلم هيحصلها شرينكج فبالتالي هي بتعمل ليه الوقتي بتعطي سبيس لأميلو بلاست ان هي تطلع لفوق عشان تكون لي باقي طبقات الانامل صح ولا لأ تمام ده بالنسبة للستيليت رتيكلم بالنسبة للستراتم انترميديم كلنا عارفين وظفة بتاعتها ان هي بتعمل بافرنج بتعمل بافرنج ازاي ان هي بتخلي بيتش اللي موجودة مناسبة للمنرالز عشان نقدر نعمل منراليزيشن للانامل الماتريكس اللي بتكون ده بعض الحاجات المهمة ايه تاني؟ بس كده خلصنا الانامل ارجان بالنسبة للدنتل بابيلا فالوظفة بتاعتها دنتل يبقى تكون دنتن بابيلا بتكون بلب فالدنت البابيلا مسؤولة عن تكوين الدنتنور بلب طب بالنسبة دنتل سك فهي مسؤولة عن تكوين السمنطم مسؤولة عن تكوين الالفولار بوال بروبر ومسؤولة عن تكوين والبرودونج والليجامنت وبس كده شباب هي ده الفانكشن المطلوبة مننا ممكن كده يكون في بعض الديتيل الكتير ما لاش لازمة بس هي ده الاهم واهم من نقاط اللي احنا اخدناها من الشابتر ده بالنسبة للفنكشنز بتاعة اهم الاعضاء الموجودة في هذا الشابتر كونسان طيبين يا شباب كده خلصنا الشابتر الاولاني هشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي مع بداية شابتر جديد وهو شابتر الانامل ويلا السلام عليكم